الملك حمد بن عيسى الخليفة والعقيد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة كما كان في الاستقبال سعادة الفريق الركن ذياب بن صغر نعيمي رئيس هيئة الأركان وعدد من كبار الضباط وخلال لقاء جلالته بكبار الضباط أكد أيده الله اعتزازه الدائم بقوة دفاع البحرين ورجالها البواسل شاكرا جلالته لهم جميعا الجهود السامية التي يقومون بها لحماية المكتسبات والإنجازات التي حققتها البحرين وشعبها الكريم وأنهم موضع تقديرنا ومبعث فخر للبحرين وأهلها الكرام كما رفع الجميع لجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة أسمايات التهني والتبركات بمناسبة عيد الفطر المبارك وبدلهم أيده الله التهني بهذه المناسبة الكريمة وكلفهم بنقل تهنيه وتبركاته إلى جميع ضباط وضباط صف وأفراد قوة دفاع البحرين البواسل في مختلف مواقع عملهم النبيلة داخل البرادي وخارجها مؤكدا رعاه الله أن البحرين تتطلع دائما إلى أن يعم الأمن والسلام في المنطقة والعالم أجمع متمنيا لجميع منتسب قوة الدفاع الشجعان دوام التوفيق والسداد ولوطننا الغالي العزيز استمرار الإزدهار والرقي اشتركوا في القناة